صباح الخير على كل مشاهدين اللي بيتابعوا برنامج مواطن مصري أهلا بيكم النهاردة في فاكرتنا هنتجي على طول فاكرتنا بأهم الأخبار اللي حصلت النهاردة والأسبوع ده طبعا حضركم شاهدتم مواقعة شهيد التسكرة ضحية محمد عيد محمد عيد اللي مات عشان 70 جنيه اللي أكبره سواء الكمساري وركاب القطر شافوه ضحية عشان 70 جنيه أكبره الكمساري أنه ينط من القطر وللأسف انفصلت راسه عن جسمه وزنيله البطر قدمه وللأسف كانوا ضحية ضحية أزمة الضمير وأزمة الإنسانية للأسف إحنا بقينا في مجتمع ما بيقدرش حد عشان كده إحنا من هنا بناشد بقاعدة تأهيل النفسي وتنمية العنصر البشر على نفس النمط كان فيه جريمة أخرى لشهيد آخر شهيد الشهامة محمود البنة محمود البنة اللي كان برضو ضحية عشان كان يدافع عن بنت من التحرش نفس الوقعة حصلت في المينيا بنفس الجريمة بكل شكلها إحنا طبعاً بننتظرين جلسة القضاء إن شاء الله 17-11 القادم بالقضاء عادل القضاء لا يتأثر بسوشيال ميديا ولا الرأي العام لأن فيه شهود إثبات وفيه شهادة نيابة عامة في إطار هذه الجريمة إحنا بنتمنى تعديل قانون الطفل طبعاً بتدخل البرلمان ومسؤول التحكيم الدولي خلينا نخرج من إطار الجرائم وكان فيه خبر حلو جداً بس لكنه كان متأخر شوية الفنان هنشاكل ناقيب الموسيكيين اللي أصدر قرار بإلغاء أي مهرجانات وحفلات لمطربين المهرجانات اللي بيسمع نفسهم مطربين أسموهم غريبة جداً كسبرة وحنجرة وعصابة وزعيم يعني تلوث سمعي وبصري لا محتوى ولا شكل ولا مضمون وهم السبب في كل البلاو اللي حيب تحصل لنا دلوقتي من جرائم القتل والعنف من كلمات بزيئة مفعولنا والله المستعين طبعاً اللي هيخالف القرار ده على مستوى المحافظات والمدريات هيتم حبسه من شهر لثلاث شهور والغرامة من عاشر تلاف لخمسين ألف جنيه خلونا بقى دلوقتي نخرج من المود ده ونروح لذكرى مولد النبوي إن شاء الله اللي هي الرابط قريبة إن شاء الله الإسبوع القادم كل المحافظة لها تقوص مختلفة في الاحتفال طبعاً محافظة الغربية مدينة طنطة والمحلة الكبرى تقوص مختلفة خلينا أكلمكم عن مدينة المحلة الكبرى إن هم بينفردوا بحاجة اسمها الطايفة الطايفة دي بتبقى زي عربية وعليها رسمة الجوامع والأنشيد والابتالات الدينية تلت يام بيلفوا وفي الأضواء والمكبرات الصوتية والأطفال تفرح كأنه ليلة العيد تلت يام وفي مدينة طنطة طبعاً في السيد البدوي بيقى فيه احتفالات طبعاً خاصة عشان كده احنا نزلنا سيد البدوي في مدينة طنطة وحافظة الغربية وصورنا تقرير ده هاختم معاكو بيه وتشوفوه واشوفكم إن شاء الله الحلقة الجاية بإذن الله من برنامجكم ومواطن مصري باتي معانا أحد المشرفين على مصنع الحلويات الأستاذ أحمد علي أهل محضرتك كلمني بقى على المغامرة احنا دخلنا وشوفنا الحلويات والطريقة أنا أول مرة أشوف حاجة زي كده يعني بصراحة موجود كبير جداً إنكم بطلعونا الحاجة اللي بالآخر إحنا بنخدها على الجاهز دي موجودة هنا الطرامولاد النبي على طول موجودة معنا هنا يعني أنتم شغالين على طول على طول السنة عشان إحنا بقى طبعاً سيد البدوي وطنطة ومش اللي سيد برد نعم طول السنة بردو شغالوا المولد النبي والسيد البدوي بردو شغالين ودلوتي معانا الحج العربي عوارة طبعاً يعني مشهور جداً في سيد البدوي بحلوة المولد وبقى شهل حلوات أهلا بحضر لك يا حاجة عربية كل سنة حركت عيب كلمني بقى على حالة البيع والشراء في الموسم ده السنة دي الحالة مستقرة وشغالين ونفس الكوة عشان ده مولد النبي مولد النبي ده كل بيت مسلم ومسيحي بياخد الحلاوة فكل البيوت في مصر كلها بتاكل حلاوة الأسعار بقى يا حاجة عربية الأسعار السنة دي خمسين جنيه مشكل العلبة المشكل الكيلو اه بس حاجة عالية جدا يعني تعتبر في متناول الجميع وفيها مرباط برضو وفيها برضو مرباط وزي قمتوا شايفين محل هو في مكانا محله ومش في منطقة شعبية ولا حاجة وبيقولك بخمسين جنيه الواحد بيحب نوع معين فانا ما اكبرش على الزبون ان هو ياخد ايه حاجة بمزاجة عشان هو اللي بيعك عشان يجيلي تاني وطبعا حاجتنا زبع عطيتك شايف هيت اه خيف استطاع ايه شريط ايه بقى النهاردة شريط حلويات برضو حلويات الليلت كلها قولي بقى اخبار الاسعارك ايه تمام كويسة لا الاسعارك تمام الحمد لله تمام كل سنة حلق طيب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر